نفت وزارة الزراعة ما تم تدوله بشأن بي حديقتي الحيوان والأرمان مؤكدة أن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة وصصلاح الأراضي وفي بينها أكدت الوزارة أن الدوافع وآليات عمليات التطوير تأتي نتيجة تعرض حديقة الحيوان للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أي تطوير يذكر ما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعابة أو توزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف وبتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات تضمن عن عدم توافر البنية التحتية التي توفر البيئة الطبعية للحيوانات وأشارت الوزارة إلى أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأرمان بعدة محددات من بينها إنفاق ما لا يقل عن مليار جنيه على أعمال التطوير مع عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين